بالتزامن مع إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان مناورة عسكرية بحرية ثلاثية لمواجهة التهديدات النووية المتطورة لبيونج يانج دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونجون جيش بلاده للاستعداد الدائم للقتال وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات التي تشارك فيها الولايات المتحدة تدريبا على الغزو على الرغم من تأكيد واشنطن وشركائها على أنها دفاعية وقال كيم في خطاب ألقاه بمناسبة يوم البحرية أن المياه الواقع قبالة شبه الجزيرة الكورية أصبحت أغير مستقرة مع خطر نشوب حرب نووية بسبب الأعمال العدائية التي تقوم بها الولايات المتحدة وأشار كيم إلى المناورات الأمريكية مع حلفائها في المنطقة ونشر أسلحة أمريكية متقدمة في المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية وإلى القمة الأمريكية الكورية الجنوبية اليابانية الأخيرة التي تم خلالها التوصل لاتفاق من أجل تعزيز التعاون الدفاعي لمواجهة برنامج كوريا الشمالية النووية كيم وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الكوري الجنوبي يونسو كيول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأنهم زعماء عصبات ودعا القوات البحرية لبدل كل جهودها لاستكمال الاستعداد الحربي والتأهب القتالي المستمر والاستعداد لكسر إرادة من سماهم بالعدو وأرسلت الدول الثلاث مدمرات بحرية للمشاركة في المناورات التي تجرى في المياه الدولية قبالة جزيرة جيغو وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان إن المناورات تهدف لإتقان إجراءات اكتشاف وتتبع وتبادل المعلومات حول الصواريخ الكورية الشمالية كما بدأ الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي في وقت سابق مناورات ثنائية تستمر 11 يوما عادة ما ترد كوريا الشمالية على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإطلاق صواريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر